الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا بكم أيها الطلاب في الجزء الثاني من درس العناية للصحة في التصور الإسلامي للصف الثامن وهيا بنا نستذكر ما سبق من الدرس في الجزء الأول ذكرنا في الجزء الأول من الدرس أن الصحة نعمة عظيمة وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وذكرنا أيضا من نظرة الإسلام إلى الصحة أن الصحة من أول ما يسأل عنه يوم القيامة وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أي قال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد فواه الترمذي وذكرنا منهج الإسلام في المحافظة على الصحة العامة وأنه حرم كل خبيث ومضر وذكرنا الآية التي تدل على ذلك فيقول الله عز وجل في سورة العراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وأيضا ذكرنا منهج الإسلام في المحافظة على الصحة أنه أمر بالاعتدال في المأكل والمشرب قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا أشرب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وأهداف درسنا لهذا اليوم أولا أن يحدد الطالب العلاقة بين الصحة العقلية والصحة الجسمية ثانيا أن يذكر الطالب بعض المضرات التي يجب الإبتعاد عنها وهيا بنا لنشرح الدرس أولا العلاقة بين الصحة العقلية والصحة الجسمية فخلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم وخلقه من روح وجسد ومن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضرورات الخمس التي من بينها العقل والجسد فحرم الإسلام كل ما يؤذي العقل لأن كل ما يضر بالعقل فهو يضر بالجسد ومن خلال ما سبق هل تستطيع أيها الطالب إكمال الفراغات التالية؟ هيا بنا خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم وكلفه بعبادته وعمارة هذا الكون وهذا الإنسان يتكون من ومن أحسنت من الجسد ومن الروح التي هي من أسرار الخالق سبحانه وتعالى وهي تشمل في جزء منها ما يطلق عليه النفس البشرية ومن مقاصد الشريعة حفظ أحسنت الضرورات الخمس والتي من بينها العقل والنفس ولذلك حرمت الشريعة كل ما من شأنه أن يضر بعقل الإنسان أو بدني وإنما حرم الله عز وجل أحسنت كل ما يذهب العقل لأن الإنسان إذا ذهب عقله لم يميز بين ما يحميه وما يؤذيه فيتضرر الجسم ويتأذى البدن بارك الله فيك والهدف الثاني بعض المضرات التي يجب الإبتعاد عنها ينبغي على العاقل أن يمتنع المواد التي تلحق الضرر بالصحة لأن في ذلك إيذاء متعمدا للنفس وإلقاء بها إلى التهلك ومن أشهر ما يضر بصحة الإنسان أولا الخمر ثانيا المخدرات ثالثا التدخين رابعا السويكة وهيا بنا نفصل في هذا الأمر الخمر وهو كل شراب مسكر يذهب العقل وشربه كبيرة من الكبائر التي حرمتها الشريعة الإسلامية فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مذمن خمر ولشرب الخمر أضرار وأخطار بارغة على صحة الإنسان ومن ذلك تأثيره على القلب فتعاط الخمر يقلل من تدفق الدم للشرايين التي تغذي عضرة القلب كما أنه يؤدي إلى الدبحة الصدرية والسكتة القلبية وأمراض السكر في القلب كما أنه من الممكن أن يعمل على جعل ضربات القلب غير مستقرة وغير منتظمة ثانيا تأثيره على الكبد فالكبد هو المسؤول في الجسم عن تأيض السعرات الحرارية في الجسم وبما أن الكحول يحتوي على سعرات حرارية عالية فإنه يتسبب بتراكم الدهون في الكبد بكميات كبيرة مما يؤدي لضمور الكبد وصغل حجمه وتأخر وظائفه حتى يصل لمرحلة التليف الخمر والسرطان وبعد إجراء العديد من البحوث تم إثبات أن الخمر يعد سببا رئيسيا من أسباب أمراض السرطان فهو يتسبب في سرطان الرئة والبرستاتا والبنكرياس رابعا الخمر والانحلال الأخلاقي يتسبب طعاط الخمر في الانحطاط الأخلاقي وتغير أخلاق مدمن للأسوأ ويؤثر ذلك على مكانة مدمن في المجتمع وفي الأسرة أيضاً المخدرات وهي مواد ضارة بالجسم ومذهبة للعقل ومثبتة للنشاط وتناولها مخالف للشريعة الإسلامية التي أحلت الطيبات وحرمت الخبائل قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائل صدق الله العظيم هيا بنا لنرتب هذه الكلمات لنحصل على أضرار المخدرات الله فيك أولاً تناولها مخالف للإسلام ثانياً ضارة بالجسم ثالثاً مذهبة للعقل رابعاً مثبتة للنشاط فهل من عاقل يلجو إليها بعد أن علم كل هذه الأضرار فعلينا أيها الطلاب أن نبتعد عنها وأن نبتعد عن كل من يتعاطاها السويكة وهي مضرة بإجماع الأطباء وينطبق عليها ما ينطبق على التدخين من بشاعة منظرها وكريه رائحتها بالإضافة إلى الإيذاء المتعمد للنفس والمحرم شرعاً وحتى نتعرف على أضرار السويكة هيا بنا نشاهد ما دار من حوار بين فهد وعبد العزيز ترجمة نانسي قنقر ولتختبر ذاكرتك أجب عن هذا السؤال قبل انتهاء الوقت المحدد اذكر أهم الأمور التي حرمها الإسلام وتضر بصحة الإنسان أحسن تبارك الله فيك الخمر والتدخين والمخدرات والسويكة عزيزي الطالب عليك بالدخول على تطبيق Microsoft Teams وذلك الإجابة على سؤال درس اليوم ملاحظة سيتم تسجيل الحضور من خلال الإجابة على السؤال ترجمة نانسي قنقر